اشتركوا في القناة حسبنا الله ونعم الوكيل يعني أي واحد يخاف من أي حاجة يفزع إلى إيه حسبنا الله ونعم الوكيل فإني سمعت الله بعاقبها يقول إيه فانقلموا بنعمة من الله وفضل شفوا عبرتوا حتى عجبت لمن خاف ولم يفزع إلى قول الله سبحانه حسبنا الله ونعم الوكيل فإني سمعت الله فكأن القرآن لما يتلع يوعى تقول دفنان بيت ليه الله يتكلم شف فإني سمعت الله بعقبها يقول أنقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمزتوا بسبب وعجبت لمن مكر به كيف لا يفزعوا إلى قول الله سبحانه وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فإني سمعت الله بعقبها يقول فوقاه الله سيئة بامك وعجبت لمن طلب الدنيا وزينتها حتى طلب الدنيا كيف لا يفزعوا إلى قول الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله إلا عايز الدينة تفتح لباحة يقول في كل حاجة ما شاء الله لا قوة إلا بالله مش أين في صوت الكهف ولولا إذا خلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله لأني سمعت الله بعقبها يقول إن ترني أنا أقل من كمالا وللا فعسى ربي أن يؤتيني خارا من جنتي وعجبت لمن اغتم والاغتمام معناه إن انكباض صدر ما يعرفش سببه إيه وانت ساعة تقول كده والله أنا مش عارف من دائم إيه ما ليش عارف وعجبت لمن اغتم كيف لا يفزع إلى قول الله سبحانه لا إله إلا أمت سبحانك إني كنت من الظالمين لأني سمعت الله بعقبها يقول إيه قال إيه ربنا بعد دي فاستجبنا له ونجيناه من الغم ودي مش خصصية له وكذلك ننجي المؤمنين يبقى إذن الإمام جعفر الصادق دينا روجدتة لمنرسات الحياة تخاف من شيء قل حسبنا الله ونعم الوكيل تخاف من قوم ينكرون بكل وأفوضوا أمر إلى الله إن الله بصيرهم لباس عايز الدنيا قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله في غم داخل عليه كده ولا تعرفش سبب قل لا إله إلا أنت سبحانك ومن أخذها وردا له في كل أمر لا يمر عليه شيء من هذا لا من القوم ولا من المك ولا من الهم ولا من طلب من طلب الدنيا